تحياتي لكم جميعاً وعننا اليوم حلقة جديدة ضمن سلسلة اسألني الحلقة رقم 30 معكم إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان وبدون أي تأخير منبدأ بالإجابة على أسئلتكم كيف فيني أقول إذا تحترمني بحترمك وإذا ما تحترمني ما بحترمك وشكراً على جهودك كيف فيك تقول باللغة الألمانية إذا بتحترمني بحترمك وإذا ما بتحترمني ما بحترمك باللغة الألمانية منقول يعني مثل ما بتكون معي بكون معك مثل ما بتتعامل معي بتعامل معك كما تعاملني أعاملك إذن بهذا الشكل منعبر باللغة الألمانية يعني إذا بتحترمني بحترمك إذا ما بتحترمني ما بحترمك وهكذا بتقيس على بقية الأشياء إذن باللغة الألمانية منقول بهذا الشكل بتعبر باللغة الألمانية ننتقل الآن للسؤال التالي السلام عليكم أستاذ إلهان وعليكم السلام يعطيك العافية كتير على العمل الهائل اللي عم تعمله وعم يستفاد منه فئة كبيرة من الناس وأنا واحد منهن سؤالي وبتمنى تجاوبني عنه شو المعنى الدقيق لها؟ هي شبيلت اس كاينغولة طبعا نسيان الاس ويارد تعطينا عليها أمثلة هي شبيلت اس كاينغولة أو بترتيب أخر للجملة اس شبيلت هي كاينغولة يعني إنها هنا لا تلعب دور إنها هنا لا تهم يعني هون ما بهم ما بتفري بعطيك مثال فينا نسأل مثلا زول من دي تابلت فور أو دا ناخ ديم اسن آي نيمن زول من دي تابلت فور أو دا ناخ ديم اسن آي نيمن يعني هل يجب على المرء أن يتناول حبة الدواء قبل أم بعد الطعام فبالتالي فيك تجاوب باستخدام هاي الجملة وتقول اس شبيلت كاينغولة اس شبيلت كاينغولة يعني إنها لا تهم إنها لا تلعب أي دور يعني إذا خدت الحباية قبل الأكل ولا بعد الأكل فما بتفريق ما رح يتغير تأثير الحبة أو مفعول الحبة إذن بهذا الشكل بتعبر باللغة الألمانية وهيك بيكون معنات جملة ننتقل الآن للسؤال التالي شكراً لك استاذ إلهانا معلوماتك المفيدة ممكن تجاوبني على سؤال كيف فيني يقول ارفع الصندوق ونزل الصندوق وشكراً سلفاً سؤال جيد وممكن الواحد يحتاجه بالعمل كيف فيك تقول باللغة الألمانية ارفع الصندوق ونزل الصندوق بداية جملة ارفع الصندوق طبعاً ما فيك تقول بهذا الشكل الجاف أنه واحد يرفع الصندوق بس يتمشيله بهذا الشكل كأني عقوبة فبدك تقوله أنه ارفع الصندوق على شيء معين يعني شيله يحطه على شيء معين فبالتالي منعبر عن هاي الجملة باللغة الألمانية بإني نقول هيب دي كيستة أوف دي أندغن كيستن هيب دي كيستة أوف دي أندغن كيستن يعني ارفع الصندوق على الصندوق الأخرى ارفع الصندوق على بقية الصندوق يعني شيله وحطه على السنديق الثانية أو باختصار فيك تقول له يعني ارفع الصندوق عليهم يعني شيله وحطه عليهم إذن بهذا الشكل منعبر باللغة الألمانية وبالنسبة للشق الثاني من سؤالك يعني للحالة المعاكسة أنه نزل الصندوق فبالتالي منقول أو بالألمانية الفصحى منقول يعني نزل الصندوق يعني يرفعه إلى الأسفل يعني يرفعه أول شي بتشيله بترفعه وبعدين بتاخده لاتجاه الأسفل بتنزله لتحت بتحطه تحت إذن بهذا الشكل منعبر باللغة الألمانية إذن الفعل اللي عندي إياه هون هو يعني يرفع للأسفل يعني أنه تشيل شغلة أول شي وبعدين تاخدها باتجاه الأسفل ومثل ما قلت لكم باللغة العامية منقول باللغة العامية وباللغة الفصحى إذن بهذا الشكل بتعبر باللغة الألمانية ننتيل الآن للسؤال التالي في عنا بالألماني الفعل فاغن يعني يسافر وعنا كمان الفعل المنقسم يعني ينطلق مسافرا على سبيل المثال فينا نقول يعني نحن سننطلق مسافرين بعد قليل إذن نحن رح ننطلق بالسفر بعد شوي إذن بهذا الشكل منستخدم الفعل المنقسم إذن ممكن بهاي الحالة أنك تكون مسافر بالقطار أو بالسيارة إلى آخره المهم هو سفر لكن عندي كمان الفعل gain gain يعني يذهب وعندي كمان الفعل المنقسم loss gain loss gain يعني ينطلق بالزهاب على سبيل المثال فينا نقول via gain gleich loss via gain gleich loss يعني نحن سننطلق بالزهاب بعد قليل يعني نحن بعد شوي رح نذهب رح نروح ماشي على الأقدام إذن هون بهاي الحالة ما وسفر ما وركوب وسيلة نقل بل الزهاب على الأقدام إذن بهذا الشكل تستخدم الفعل loss farn وكمان الفعل loss gain أتمنى أني أكون وضحت لها كل شي بشكل كامل ومننتقل الآن للسؤال التالي يعطيك العافية أستاذنا الفاضل أستاذ يفضل خمس أسئلك الفيديو لأن الفيديو الطويل ممل وسانيا يسبب تشتت ويكسر العين إذا بدك تحفظه بسبب كسرة الجمل فيه خليهن خمس جمل خفيفات ونظيفات ونقدر نحفظهن حتى لو بس مجرد مشاهدة الفيديو سابقا كنت أجاوب على عشرين سؤال من أسئلتكم ضمن حلقة اسألني ومن ثم تم التخفيض إلى خمستعشر سؤال وبعدها كمان رجعنا خفضنا لعشر أسئلة ضمن الحلقة الواحدة فإذا عبتشوفوا أن الحلقة طويلة ومملة والمعلومات كسيفة دفعة واحدة ضمن حلقة واحدة ما عبتقدروا أنكم تركزوا وتفكيركم عبتشتت فممكن أني نخفض أيضا لخمس أسئلة ضمن الحلقة الواحدة ما بفضل هذا الشيء بلاقي أن الإجابة على عشر أسئلة ضمن حلقة واحدة مناسبة جدا يعني زمن الحلقة لا يتجاوز عشر للخمستعشر دقيقة ويعتبر زمن جدا مقبول كدرس لغة ألمانية أقل حصة ضمن دورات الاندماج لا تقل عن ساعة ساعة ونص تقريبا فزمن عشر لخمستعشر دقيقة أنك تحضر درس ألماني على اليوتيوب فبلاقي زمن مناسب جدا ومعظم المعلومات اللي أعطيكم إياها هي معلومات هامة جدا وطبعا أنا ما فيني أختصر بالشرح الشرح رح يكون مفصل لأنه لازم هذا الشرح يتناسب مع الجميع مع كل الأعمار ومع اختلاف الثقافات أيضا فكل شخص ممكن يحتاج لشرح أكتر من الثاني طبعا هو مو درس خصوصي هو درس للجميع فبالتالي لا تطلبوا مني أنه أختصر بالشرح ممكن أختصر بزمن بعدد الأسئلة في حال شفتوا أنه عشر أسئلة كتير فممكن نخفض أيضا لخمس أسئلة ضمن الحلقة الواحدة شاركوا معي أراكم بصندوق التعليقات أسفل الفيديو منعمل مثل تصويت إذا كانوا الغالبية مع تخفيض عدد الأسئلة فمنخفض لخمس أسئلة بالحلقة الواحدة أما إذا كانوا الغالبية مع الحفاظ أو البقاء على عشر أسئلة فمنتم مستمرين على الوضع الحالي ننتقل الآن للسؤال التالي يعطيك العافية أستاذنا الغالي سؤال ممكن ترجمت المصطلح كنت على وشك كدت أن أنزلق أو يعني بالعامية كنت رح أوع كنت رح انفجر غضب كنت رح أصحط كنت رح أرسب بدي بس كيفية استعمال هالمصطلح كنت على وشك أن وشكرا كتير لكل دروسك ومعلوماتك القيمة والرائعة كيف فيك تقول باللغة الألمانية كنت على وشك على سبيل المثال بدك تقول كنت على وشك أن أنزلق يعني كنت على وشك أني أتزحلق فبالتالي بتعبر عن هاي الجملة باللغة الألمانية بأنك تقول إش فيغ فست أوس جغوشت إش فيغ فست أوس جغوشت يعني أنا كنت على وشك أن أنزلق أنا كنت رح أتزحلق كنت أن أتزحلق إذن بهذا الشكل بتعبر باللغة الألمانية إذا بدك تقول كمان جملة تانية مثلا كنت على وشك أن أسقط كنت على وشك أن أسقط يعني كنت راح أواء كنت على وشك أني أواء فبالتالي بتقول يعني كنت على وشك السقوط كنت على وشك أني أواء كنت أن أسقط إذن بهذا الشكل بتعبر باللغة الألمانية شاء الله يكون الموضوع صار واضح بالنسبة لألك ومننتقل الآن للسؤال التالي يعطيك العافية أستاذ إلهان ممكن سؤال إذا بتريد كيف فيني أقول أنه أنت شخص كتير عنيد وما بتتأقلم بسرعة مع مكان جديد؟ بالألماني منقول يعني أنت تكون عنيد ومن الصعب أن تأقلم نفسك أو تكيف نفسك مع المواقف الجديدة إذن بهذا الشكل منعبر باللغة الألمانية أو باللغة العامية كمان فينا نقول يعني أنت تكون غليز الرأس أنت تكون سميك الرأس يعني بما معناه أنه أنت عنيد أنت تنح إذن بهذا الشكل أيضا منعبر باللغة الألمانية بننتقل الآن للسؤال التالي شكرا سلفا استاذ إلهان ممكن تشرح الفرق بين غينوفيا وزانيا الفعل غينوفيا يعني يجدد فشونا فشونا يعني يجمل على سبيل المثال عندك حيط بالبيت ما فيه أي شي نهائيا يعني ما فيه موخر مان ما فيه شي بس أنت بدك تحط له مثلا ورق جدران فبالتالي بهي الحالة هاي العملية تندرج تحت اسم غينوفيا يعني تجديد لكن زانيا زانيا يعني يصلح يصلح مثل الفعل غيباغيا غيباغيا كمان يصلح يعني أبعطيك أيضا مرادف باللغة الألمانية لكن مو إصلاح شيء مو إصلاح سيارة مثلا أو هيك لا نفس المبدأ مثلا عندك الحيط بالبيت طالع له مثلا عليه عفوني مثلا عفا فبالتالي هذا الحيط متضرر وبحاجة لأصلاح فبهي الحالة بتستخدم الفعل زانيا يعني يصلح أما في حالة التحسين أو التجميل فبتستخدم الفعل غينوفيا أتمنى أني أكون وضحت لك الفرق أكتر إذا بدنا نشرح أكتر فرح ناخد كتير من وقت الحلقة ممكن ضمن سلسلة الفروقات أرجع أطرح الفعلين وأعطيك رعليهم أمس لتفصيلية بننتقل الآن للسؤال التالي استاذي الهان ما معنى هذا التعبير أسهدزيش ألاديكت وشكرا جزيلا التعبير التالي أسهدزيش ألاديكت أو أسهدزيش ألاديكت طبعا اللفظ أو اللهجة بتختلف من منطقة الأخرى بألمانيا إذا كنتوا مهتمين بدروس عن اللهجات باللغة الألمانية فاكتبوا لي هذا الشيء بصندوق التعليقات أسفل الفيديو بالرجوع للجملة أو للتعبير أسهدزيش ألاديكت يعني لقد تم إنجازه تم القيام به إذن بهذا الشكل بيكون معناها على سبيل المثال اتصل فيك رفيقك أو أنت اتصلت برفيقك وقلت له أنه بكرة لسه بدك أنه بكرة أروح معك مشان أترجم لك مثلا أساعدك بالترجمة فرد عليك وقال لك إسهدزيش ألاديكت يعني لقد تم إنجازه تم القيام به يعني ممكن يكون هو مثلا بنفس اليوم اللي أنت خبرته هو كان رايح ومخلص كل أموره إذن بهذا الشكل بيك تستخدم هذا التعبير أو هذه الجملة بننتهي للآن للسؤال التالي يعطيك ألف عافية أستاذ على جهودك كيف فيني أقول زيح شوي خود عليك إذا كنت راكب السيارة وبالنهاية كيف أقول شكرا على التوصيلة إذا شخص غريب وصلني على البيت كيف فيك تقول بالألماني زيح شوي يعني خود عليك على سبيل المثال جيت بدك تركب السيارة فلقيت أني الشخص القاعد آخذ جزء كبير من المحل فبدك تقوله أنه زيح شوي خود عليك شوي فبتعبر عن هاي الجملة بالألماني بأنك تقوله يعني من فضلك زح شوي من فضلك خود عليك إذن بهذا الشكل بتعبر باللغة الألمانية وبالنسبة للشق التاني من سؤالك في حال حدا وصلك بالسيارة لمكان معين فبعد ما نزلت بدك تتشكره على التوصيلة فبتقول يعني شكراً للجلب شكراً للتوصيلة إذن لاحظ هون أني استخدمت الاسم من الفعل كتبناه هون بحرف كبير البي هون كتبناها بحرف كبير وحطيناه للإسم أداة الحيادي إذن صار عندي هون يعني التجلب التوصيل للأحضار إذن بهذا الشكل منعبر بالألماني ومع هذا السؤال منكون وصلنا لنهاية حلقة تسألني إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الأسئلة ومن هاي الأجوبة كمان حاولوا قدر الإمكان إنكم تحفظوا هاي العبارات وتسجلوها عنكم بالدفتر وتتدربوا عليها ليلاً نهاراً حتى تقدروا تتمكنوا من هيك عبارات وتستخدموها ضمن حياتكن اليومية وكمان في عندي توضيح هام جداً سبق ووضحت هذا الشيء سابقاً بالنسبة للمتابعين الجدد كتير مهم إنكم ترجعوا وتحضروا حلقات تسألني الماضية لأني كتير من الأسئلة مكررة هالمرة كان في قسم كبير من الأسئلة المكررة أنا أجبت عليها بشكل تام أو مشابه في حلقات تسألني السابقة فبترجعوا للحلقات القديمة بتراجعوهم في شي 29 ما حلقة اليوم صاروا 30 حلقة بترجعوا للأسئلة القديمة والأجوبة القديمة للحلقات السابقة بتراجعوا المعلومات وبعدين بترجعوا بتكملوا معنا هون تحياتي لكم جميعاً كان معكم إلهان بوزان بتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح وإن شاء الله تبقوا دائماً بخير وصحة وسلامة وإلى اللقاء في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر